قاش أن ينضم إلينا عبار الهاتف الأستاذ الجامعي وكذلك المهتم بشأن السياسي محمد هدير مساوك سعيد سيد الكريم بداية بالحديث عن الأرقام المسجلة حتى الآن عند البعض لم تحدث المفاجأة لكن تصريحات أمناء العامين للأحزاب عندما يتحدى الجمال ولد عباس أنه بمجرد أنه لا أحد فاقا نسبة مئة فهو أمر جيد أما يحيا فهو يقول بأن الفرق بين 97 و 164 ليس بالفرق الكبير وأنه هناك تقدم كبير كيف يمكن أن نقرأ مبدئيا هذه الأرقام وهذه التصريحات شكرا على الاستضافة بطبيعة الحالة هذه النتائج تظهر لنا بمدى نضج المجتمع الجزائري خاصة لدى الطبقة السياسية التي يعني أعطت لنا برلمان نفوسي فيتاع كمقر الأم العام لجبه الساحل الوطني وضحك كذلك ترجع الإسلاميين بقوة مقارمة بين 97 إلى 2005 إلى يوم من هذا ثانيا مؤشر جديد وهو ظهور الشباب والأحزاب الصغيرة التي حصلت على أرقام لبأس بها على سبيل المثال حزب المستقبل وحزب تجمع عمل الجزائر هذا مؤشر ثاني على أن الفقافة السياسية لدى الشباب الجزائري أصبحت وضحة المعالم كذلك رسالة أخرى أن المشككين في الانتخابات والذين كانوا يرويجوا المقاطعة حتى وإن كانت النسبة 38.25 وهي نسبة متدنية مقارنة بما سابقها من تشريعيات ولكن كما قلت في ليلة البارحة عندما صدفتني بأنه عند الساعة الخامسة لما كانت 33% إلى غاية اليوم 38 نسبة لن نقول متدنية ولكن مقارنة بالدول الجوار أو دول الأوروبية لأنها مقبولة لأنه كان خطابا سائدا عندما كانت تأتي النسبة أكثر من 5% و60% كان يكون هناك تزوير هناك كذا ولكن حتى لن نستطيع التعليق عليه لأنها مقبولة ومنطقية جدا ماذا عن الأحزاب أو القوائم المستقلة؟ لاحظ أنه في تقدم بنسبة لها أي مؤشر يمكن قراءته من خلال ذلك؟ هذا مؤشر ثاني مؤشر ثاني ظهور المستقلين وكما يحدث الآن في فرنسا وأوروبا بأن الأحزاب التقليدية بدأت تفقد وعها الانتخابي وظهور وجوه جديدة وظهور نزعة جديدة للشباب الجزائري ولدى المثقف الجزائريين البعيدة عن الأحزاب كبديل لأن الأحزاب في أغلبيتها فشلت في إقناع في طرحة جديدة وبالتالي بدأ المجتمع الجزائري يميله نحو الوجوه الجديدة نحو التشبيب نحو الأفكار الجديدة وهذا كذلك مؤشر جديد بأن السياسة في الجزائر بدأ ترسم معالمها بين تيار وطني محصن وبين شباب مستقلين يبحثون عن دائما الجديد في طرحة أفكار جديدة وبحث عن حلول ارتصادية بالحديث دائما سيد محمد هدير عن الأحزاب السياسية هاته نتحدث عن فكرة التحالفات لأنه بالنسبة للأفلان مدام في مركز قوة فهو من يخضع البقناة لشروطه تحدث أن التحالف بالنسبة له أمر ممكن لكن يكون في خط دائما الذي يتبعها الأفلان واضح الأمر يعني قلنا الفساء في البرلمان الجديد تختلف عن البرلمان القديم لأنه هذه المرة فيه نوعية من المترشحين فيه دكاترة فيه رؤساء جامعات فيه يعني هذا البرلمان سيكون قوي جدا ولكن حزب جبال تحالف حزب وطني معروف وله تاريخ ورسل ثقافي وعاية انتخابي فمن الممكن أو من المنطقة أنه يتحالف مع حزب الآرندي أو تجمع الوطني الديمقراطي لأنه أقرب إليه في الأفكار وأقرب إليه في قيادة البلاد سيد محمد هدير الأستاذ الجامع والمهتم بشأن السياسي جزيلا شك لك على هذه المداخلة ومن تحليلك إلى تحليل آخر تحليل ميداني لصحفي عايشة طبعا هذا الحدث الانتخابي وأحداث سابقة فيصل مطاوي طبعا الإعلامي ينضم إلينا كذلك عبال هاتف مساوك سعيد فيصل مطاوي إذن شهدت على عدد من تشريعيات تشريعيات 2017 وتشريعيات كذلك السابقة هل لك أن تقف معنا عند تقريبا المفارقة في تشريعيات 2017 خاصة أنها تشريعيات الأولى التي تكون في ظل دستور الجديد نعم يتطبيق الأول لدستور 2016 سنرى كيف سيطبق ولكن يظهر جليا من النتائج التي أعلنت من قبل وزير الداخلية منذ أكثر من ساعة وتقاقر جبهة التحرير الوطنية لصالح ربما تجمع الوطني الديمقراطي وربما هذا قد يكون وراء ربما مشاكل مستقبلية داخل البرلمان لأن نسمع سيد جبال وزعبات الأمين عام لجبهة التحرير الوطنية أنه يتحدث أنه لا يريد التحالف مع الألندية على الأقل في الوقت الحالي ولكن سنرى كيف ستتطور الأمور ويظهر من الأتائج التي أعلنتها وزير الداخلية أن أحزاب حزب عمار مول مثلا تاج تقدم إلى الأمام وأعتقد أنه أول مشاركة له في الانتخاب وهذا حزب جديد نسبيا من نفس الشيء بالنسبة للحركة الشعبية لسيد عمار بن يونس التي تقدمت الأمام بـ 13 مقعد وتراجع واضح لحزب العمال سيد الوزاح النون وكذلك جبهة القوى الاشراكية وكذلك تجمع من أجل الثقافة وديمقراطية هل كانت مفاجأة بالنسبة لهم أو كانت هناك مؤشرات سابقة تحي بأن سيكون هذا التراجع بالنسبة لهذه الأحزاب ومنها الأحزاب الإسلامية كذلك نعم والأحزاب الإسلامية سمعنا حتى في النهار سيد عمار بن عبد الرزاق مقري قال أنه أول قوى سياسية بالبلاد وسيفوز بالانتخاب ولكن يبدو أنه لم يفوز بالانتخاب وتحصل على حوالي 30 مقعد يعني كأن هذا الثيار الإسلامي مقاشر مع الاثنين بين الأكتولين يحفظ تقريبا عن نفس المكانة بالعمومة ما الذي أضعف اليوم الطيار الإسلامي؟ لأسف عدة أولا حركة المجتمع السن شاركت في الحكومة فيما أصبحت تتحدث بنبرة المعاربة وكانها غير معانية بما حدث وبالنسبة للثيار الإسلامي من قسم بين عدة ثيارات بين الثيار الإخواني وطيار السلب وغير ذلك وجزاء لي ولم ينسوا ما حدث في التسعينيات القرن الماضي عندما كان بعض الثيار المتشدد سنبت في الحدثة في البلاد يعني الأمم لذلك حاضرة في المشهد الجزائري ولكن الملفت في الانتباه هو أن هناك أحزاب جديدة لغم أنها لا تتحصل على عدد كبير يعني أن المشهد الجزائري مقسم أسمحة أن أقول أن برنامال الجزائري هذا سيمة الأساسية سيمة الأساسية هو أنه برنامال موزيك هل موزيك بالمعنى الإيجابي أو أنه سيكون موزيك بالمعنى السلب أنه تحدثت واستخدمت مصطلح الانقسام هنا سيد فيصل مطاوي هو التعددية دائما يرحب بها الأبكار عندما تتعدد شيء يرحب بها الأحذية التي ترتض ولكن الموزيك يصبح صعب عندما يتعلق الأمر بتشكيل أولا مثلا المجموعة البرلمانية أو ثانيا عندما يتعلق الأمر بالتشكيل أغلبية لتثويت على القوانين وتعرفين أن البرلمان الجديد مقبل على قوانين حساسة جدا قانون العمل وقانون التقاح وقانون الصحة لذلك وبالتالي في تشكيل أغلبية وترجم على الأصوات يصبح أمر حساس جدا مستقبلا عندما تكون أصوات عدد أحزاب الأمر يصعب جيدا ولكن بالنهاية هي خبرة خبرة وتجربة للأحزاب لأن الممارسة يجب تكون داخل مؤسسات وبنسبة هذه الأحزاب التي تحصلت على مقعد أو مقعدين هل تعتقدون بأن حلها الوحيد هو في أن تنضم أو يكون هناك نوع من التحالف فيما بينها نعم هي مصطرة بالعموم هي تيارات وطنية تيارات ديمقراطية بالعموم أقول هي مصطرة وتحالف كذلك خبرة بالنسبة للأحزاب لأن التحالف وجد تجمع حول أذكار وحول مبادئ أساسية والحزب عندما يكون عندهم مقعدين أو ثلاثة يعني لم يمكن أن يغير في الأمر شيئا ولكن كيف ستكون عملية التحالف حتى نفصل الموضوع أكثر ويكون فهمه سهل على أي أساس يتم التحالف هل هو اختياري أو سيتم وضع برنامج معين من أجل خلق هذا التحالف هو التحالف في بعض الحالات يكون إجباري هل هي هناك نوعين إجباري تعرفين أن القانون لازم عشرين مقعد بش يعني الحزب يكون مجموعة برنامانية ويبدو أن تقريبا الغالبية الحزب الحظي في البلامان لا يمكن تشكل غضب مجموعة برنامانية مع عادة ثلاثة أو أربع أحزاب يعني التجمع يكون عن طريق المشاريع السياسية عن طريق أذكار السياسية عن طريق الخبرات عن طريق الهدف السياسي ماذا أريد عندما أصويت هذا القانون أو أكثرح هذا القانون يعني هذا سيكون بمحك لهذه الحزاب خاصة الحزاب الجديدة ولكن الشيء الآخر هو هذا الحظول الملفت لإنتباه للمستقلين يعني أعتقد هي الرابعة قوة سياسية في البرنامان هل الاستقلالية يعني الابتعاد للأفكار الحزبية والأفكار السياسية هل الاستقلالية في التشريعيات سيكون لدفع الأفكار الجديدة سنرى لأننا لا نعرف التركيبة المفصلة وما ستطلط نتائج فيما بعد لإهتي المستقلين ولكن هذا التيار الموسمي بين قبصين التيار المستقل هو شيء جديد في المشهد السياسي الجزائري فيصل مطاوي قبل أن تحدرنا ونختم معك طبعا هذا الموضوع نتوقف عند نقطة فاصلة كانت ما يسمى بالورقة البيضاء أو إلغاء بعض الأصوات هل لابد اليوم على التبقى السياسية حتى بعد انتهاء هذه التشريعية تأخذ بعين الاعتبار هذه النسبة التي تسجلت ولو أنه لم يتم تقديم إحصائية حولها لكن الورقة البيضاء ماذا مثلت في انتخابات وتشريعيات 2017؟ هذا الشيء من في الانتباه ونحن أحببنا لوسيد بدوي وزارة الداخل يعطينا تفاصيل حول الورقة البيضاء لأنها تعطينا فكرة حول ربما توجه موجودة في الرأي من الحام الجزائري الذي صوته ولربما رسالة ليس فقط للسلطة هي رسالة كذلك للأحزاب لأن عندما الناس لا تصوت لأي حزب ولأي حتى القوام المستقلة يعني أنها تبع في رسالة تقول الأحزاب حذاري يجب أن تهتمي بأمور المجتمع بالأمور تكون المشارع الجادة والحقيقية ويكون هناك تمثيل حقيقي لأن مثلا معناها الحمل الانتخابي الكثير من المواطنين يشتكون من البرلمانيين الذين لا يتلقون إلى الولايات إلا خلال الحمل الانتخابي يقولون نصوت عليهم مراتهم يعودون بعد خمس سنوات بالتالي فهي رسالة للجميع حتى ربما يستدرك الأمور في الأيام القديمة خاصة الأوضاع اقتصادية في البلاد الصالح الإعلامي فيصل مطاوي جزيل أشكر لك على هذه المداخلة